بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج في الصميم في القرن الواحد والعشرين وفي العقد السادسي بعد الاستقلال نتحدث عن العبودية إنه أمر مخجل لكنه الواقع أما ما هو أكثر خجلا ما هو أكثر مدعاة للخجل فهو أن العبودية ورغم كونها موجودة وعثرها واضحة لكن البعض ما زال يجادل في ذلك ويعتبر مجرد الحديث عن هذا الأمر فتنة وتحريضا أما ما هو أكثر ربما غرابة من كل ذلك فهو لماذا غاب صوت العلماء ودورهم في الشهادة على الواقع في إنكار المنكر أو لهذه الظاهرة التي ارتبطت بها منكرات كثيرة ألا يعتبر سكوتهم تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة تلك بعض أسئلة حلقة الليلة من برنامج الصميم التي يسئدنا عن استضيفة فيها الشيخ أحمد جدو و الأحمد باهي مرحبا شيخنا الشيخ أحمد جدو و الأحمد باهي هو شخصية علمية و دعوية تعرفها المنابر والشاشات في موريتانيا منذ سنوات بجهد علمي و دعوي وسطي متميز عرفته موريتانيا أيضا خلال الأسابيع الأخيرة من خلال فتوة اعتبرت الأكثر جراءة وصراحة في القول بعدم شرعية الرقي في موريتانيا شيخ أحمد جدو أسستم في الفتوة التي أصدرتم على عدم شرعية الاسترقاق على أمرين أو من بينما أسستم عليه تشوف الشارع للحرية وأن ما حصل في هذه البلاد أيضا لم يكن منضبطا بالشرع في أصله ولا في ممارساته يعني أريد أن تشرحوا للمشاهد الذي ربما لم يطلع على نص الفتوى ما هي تأسيساتكم وما هي خلاصة أيضا هذه الفتوى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الكريم شكر الله لكم هذه الاستضافة وهذا الاهتمام وهذا التعمق لهذا الموضوع الذي لم ينل بعد وفي فترة متأخرة حظه من الاهتمام ومن النقاش ومن الشهادة عليه هذه الفتوى تأسست على عدة أمور أعتقد جازما أن بعضها يكفي لكن تعزيز الأدلة وتكثيرها لمن لا يقنعه هذا ليقتنع بهذا فهذا من أساليب الشرع ومن أيضا أساليب الإقناع والجدل المعروف والفتوى أيضا نأسسنا على مسألتين أساسيتين هم العماد الأساسي أن الرقة الحاصلة اليوم في موريتانيا قلنا أنه باطل شرعا لمسألتين أساسيتين الأولى لبطلان وصوله الشرعية في موريتانيا بدرجة كبيرة قد لا أتطر الآن لأقول غالبا هي الغالب أو هي الأقل أو هي أكثر لكن مما لا أشك فيه أن موريتانيا وخاصة في قرون الأخيرة ولا أقول في قرن ولا قرنين بل في قرون متعددة بعد انتهاء دولة المرابطين ونحو ذلك سادتها فوضى بيع فيها الأحرار والمسلمون بكثافة وبكثرة حتى أصبح العلماء يفتن بأنه غلب عليها بيع الأحرار وتداوله وغلب عليها بيع المسلمين وأن كل من ادعى الحرية فيها فهو حر هذه الغلبة هذا الفشو الذي نقطع به أن ملك الأحرار المسلمين فشا فشو كبير في هذه البلاد لقرون بلاد السعيدة وأما كونه فيها من ملكه صحيح لا ننكر احتمال وجوده لكنه لم يثبت كثيرا قد يقالوا أنه في حربي سنصل إلى التفصيل في هذا النقاش النقطة الثانية أنا أريد أن تشرح التأسيسات وخلاصة الفتوى نعم سنناقش في وجهات النظر التي تشكف النقطة الثانية هي أن طريقة التعامل التي حصلت للأرقاء سواء كان رقهم صحيحا أو المسترقين هي قضية تسبب عتقهم على مواليهم وجعلهم أحرارا بمعنى أن الضرب والإهانة والإذلال وترك التربية وترك الحضانة وترك التعليم هذه الأمور هي مخرجة لملك الأرقاء على فرض صحة ملكهم من ملك أسيادهم لأن العلماء متفقون على أن التمثيل السيد بعبده بمملكه أنه يجعله يحتق عليه وأيضا متفقون على أنه إذا فرط في تربيته وحضانته أنه ينزع منه يقول بعضهم فيباع لمن يعلمه أنا أقول كيف يباع لمن يعلمه لماذا لا تنزعه دولة الإسلام فتحرره وتعلمه لكن بعض الفتاوى التي تتفق معنا في أنه لا يبقى ملكه عليه وأنه ينزع منه لا يتذكر أهلها إلا من لا يعرفون الدولة ولا واجباتها ويتذكرون من يشتريه هذه بعض الأمور الأساسان كافيا أن يغلب على الأرقاء الحرية وأن تكون المعاملة غالبة عليها السوء ولا أقول شملتها لأننا لا يترتب عليه ما غالبه أنا اعتقادي أن دخول مملوك واحد يعني حر واحد في أرقاء كثيرين محصورين يجعلهم يعتقون جميعا لحرمة لأن الأصل الحرية ولحرمة استرقاق المسلمين ولشدة إذنها عند الله عز وجل وكيف هو الغالب وكذلك مع اعتقادي أن القرارات الدولية أما لا يدخل شك أن القرارات الدولية التي تجعل جميع أسرى المسلمين في مأمن من الملكي وتكرم الإنسان أنه يجب على المسلمين التوقيع عليها أنا أتكلم هنا من ناحية النظرية إن واثقوا بصدق الموقعين وبعالي وهذا سيقودنا إلى سؤال آخر يعني أنتم أسستم على موضوع تشوف الشارع للحرية صح وأنتم في فتاواكم وفي مواقفكم متؤكدون على هذا المعنى لكن هناك من يقول بعض الفقهاء عندما نسمعهم يتحدثون عن موضوع الرق نحسب أن الرق ركن من أركان الإسلام أو أنه عقيدة وأن من يريد فقط أن يقول أن الإسلام لم يأتي للرق ولم يأتي بالرق كأنما يريد أن يأخذ من الإسلام شيئا يعني ما هي بخلاصة رؤيتكم لرؤية الإسلام لموضوع الرق نعم حتى لا تجاوز النقطة التي ذكرت في اتفاقيات الدولية أن الرسول الصلاة والسلام قال إنه لو دعي لحيف الحضول لأجاب أن الله عز وجل يقول ولكرمنا بني آدم وأن شريعة الإسلام ويكره البعض وأنا أقول لي اعتبارا لسياقات الاجتماعية الحاصلة والمعاملة بالمثل وأنا أقول ذلك لأن الشريعة الإسلام شريعة واقعية تؤصل الأحكام وتؤثر فيها الواقع بمراعاته هذه الشريعة التي شرعت كثيرا من الأحكام من القضايا على الرق مما تأكد لدنا أنها تريد الحرية ولا ترضى عن الرق رضا تاما وإنما تقبله كفترة معينة تشرع له ما يقضي عليه كل هذه الاعتبارات إذا وجد من العالم اتفاق على على تكريم الإنسان على تحريره على أن لا يتعرض أسر المسلمين لا تقدر أنه يجوز لأحد منه أما مسألة الإسلام أنه تشوف الحرية هذا معروف الرق في الإسلام هو كالكي فالرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال الشفاء في ثلاث في شربة عسد وشرطة محجم وكية بناء ولا أحب أن أكتوي وفي رواية وأنهى أمتي عن الكي ويرؤد أن يعلم هؤلاء أن الشريعة أباحت كثيرا من الأمور التي لا تحبها تكرهها تنهى عنها أباحتها في مستوى الأدنى من سلم الإباحة لمراعاة ظروف معينة أو رفعا للحراج ثم تتبع ذلك بكل الوسائل التي تغطى عليها وهذا هو ما حصل في الرق وتتقدون أن الرق من هذه الدائرة الرق من هذه الدائرة الرق من هذه الدائرة والذلك الإسلام لم يراغف فيه ولم يأتي به لاحظ ضلت ثلاث مسائي أولا أن الله عز وجل فارغ ضال عتق على الملاك في أمور كثيرة لا علاقة لها بالضرب ولا بسوء المعاملة من يمينا من حنث في يمينه من ظاهر من زوجه من أفطر في رمضان من قتل نفسا بغير حق النقطة الثانية هو الترضيب الشديد فيه والنقطة الثالثة هي تخصيص نصيب من الزكاة للقضاء عليه وفي الرقاء والنقطة الرابعة هي عقوبة من أساء المعاملة بأن يعتقى مملوكه فكأنها تسوه لكل شيء وأنه يمضي بالهزل وبالجد وكونك إذا قتلت إنسانا أعتقت آخر فكأن الشريعة تنظر إلى الرق كأنه نوع من الموت فهي تريد لمن قتل نفسا مسلمة أن يحيي مكانها أخرى ولهذا الشريعة لا تريد لأفرادها أن يكونوا ميتين صحيح أن هؤلاء المقاتلين أن هؤلاء المجاهدين من أسلم هو معرض للأسر هناك والاسترقاق ومن أسروه معرض لأن يسلم مثلا الإسلام إلى جانب الرقي أعظم علمات الإسلام بكثير من مجرد الحرية لكن وإن كانت وعد الشريعة أصلا تقدم الحرية على كل شيء لكن باعتبار آخر الشريعة يبدو أنها في ظروف في سياقات في معاملة معينة في وضع كانت فيه العلاقات الدولية في الحروب تشرع هذا الأمر الإسلام شرع الممارسة يعني هو كان كأنه تعامل يمكن أن نقوله مأقت أو اقتراري تعامل لكنه بقية يعني هو بقية والشرع هذا الشأنها أحيانا أتعذكم أمور تريد القطاع عليها فهل يقضي عليها في النهاية الخمر لما سئل عنها قال الله عز وجل يستلونك عن الخمر والمسير يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ورغم ذلك المحرم في هذه المرحلة حتى أحرم مرحلة أخرى أما هذا فقد هيئ الشارع له من الضوابط ومن الأحكام ما يشعله يقضى عليه ولم يرغف فيها أي ترغيب ولم يأتي أي نص يتعلق يفهم منه أنه ينبغي أن يكون جزء من نظام الإسلام إلا التشريع الأحكام المترتبة عليه بعد حصوله لم يوجد أي نص يفهم منه أن الرقة ينبغي أن يكون موجودا في المجتمع الإسلامي بل كل النصوص تدل على أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يتسابق إلى تحرير الأرقاء وينبغي أن يمنع على الإسراء حتى ولو كانوا كفارا وتفسير البعض للمن بأنه الاسترقاق وتفسير مرجوح تفسير ضعيف تفسير قل من جاء به وللأسف أن البعض يقدمه ويذكره فريدا هل يمكن أن نقول أن عدم النص القرآن على الاسترقاق كخيار من خيارات الجهاد هو الآخر أيضا إشارة أقل ما يقال عنه أشارع إلى أنه الأمر ليس خيارا أصليا وأنه خيار تبعي هو لا يعني أنه ليس خيار أصلي بل وخيار تبعي هذا صحيح هو خيار تبعي وليس خيار أصلي بل هو يعني خيار تبعي احتمالي وليس حتى إلزام نعم وما هو إلزام لكن هو يعني شيئا أكثر من ذلك أن الشريعة الإسلامية يمكن أن يقال أنها أرادت عدم النص عليه أن يعلم الجميع أنه لا حرص عليه عليه ولا طلب له ولا عناية به من ناحية الحرص على حصوله أو على استمراره الشريعة لا تريد الحصول عليه أصلا ولا تريد الاستمرار عليه بل تبيح ذلك في سلم المباحل المتأخذ لنرجع الموضوع موريتان لأنه الحقيقة اللبس الكبير حاصل في اللي يخلق بموريتان قال لبعض الفقهاء مرة قلت لو شريعة حاربت الرق قال لا لم تحارف قلت حاربت الفقر قال نعم قلت كل ما حاربت بالفقر حاربت الرق بما هو أشد منه ويقول البعض أنا أعرف أن الشريعة تتشوف للعطق وأنها لا تريد الاسترقاق ولا تحرص عليه لكن لا أقول تحاربه أو لا أقول لم بعض هذه العبارات خشت أن يفهم أن أحكمه منسوخة ومنتيعة ما هي دلتكم على أن الشريعة حاربت الرق هذه الكلمة قوية حاربته بفرض الكفارات وحاربته بجزء من الزكاة يخصص للقضاء عليهم ميزانية الدولة الإسلامية وحاربته بالند وحاربته بعقوبة المخالفين وحاربته بسهولة ما يحصل به من دفظ ولو كان هزلا وحاربته بتحريمه في بعض العلاقات الاجتماعية كأم الولد والأقارب إذا ملكوا وحاربته بهذه كل حرب يعني هذه ست أبواب للحرم نحن ما رأينا الشريعة تفريضه تقوم بأحكام تشرع أحكام من أجل قضايا على صلة الرحيم أو من أجل قضايا للأخلاق الفاضلة جميل أو من أجل قضايا على الصلاة أو من أجل قضايا على الزكاة يعني لا يمكن بشريعة أن تحارب بعضها حتى في الأمر المباحة لم تشرع أحكاما للقضايا على البيع ولم تشرع أحكاما للقضايا على الزراعة هذه لعني المباحة في أصلها وإن كانت يفروض كفائة جميل جدا لماذا تشرع أحكاما للقضايا على الرق كما شرعت لنا توجيهات وترغبات أن يترك الكي وترغبات أن يترك طالب الرق رغم أنها شرعت شريعة في هذه المعاني وشرعت لنا جواز الطلاق في حدود معجنة لكنها نهتها عنه بكذب مثلا الطلاق هذا كسر المرأة خلقت من ضلع الأعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها أنها القضية ليست سهلة أنا أعرف لا يدري كثير من الموريتانيين أن الطلاق كسر لعضو من أعضاء المجتمع الموريتاني والأصل في الكسر أنه لا يجوز إلا للضرورات أو لعلاج مرض أشد منه وليش شهوة وليش ثلثة جيد سنعود إلى موضوع الرق في موريتانيا أنتم أسستم على أن ما حصل في أصوله الغالب عليها أنها غير شرعية ولم يثبت لديكم أنه هي بعض شرعية ما قراءة عن تاريخ موريتانيا لن يداخله شبكم في أن الاسترقاقة في قرون الأخيرة في موريتانيا مصادره كانت الخطف والتغلب وأحيانا من كل أهل لون ربما يستسهلون استرقاقة لون الآخر بغض النظر عن دينه وخاصة ما عريف من استسهالي البضان والعرب والجانب الأبيض كله موريتاني لاسترقاق ما هو أسود حتى قال بعض العلماء إن الناس صار لديهم من العرفة أن كل أسود أنه مملوك أو أن السواد سبب للملك لكن هناك حروب حصلت المرابط جهاد إسلامي وحرب الإمام ناصر الدين وإن كانت محدودة جغرافيا والحاج عمر الفوتي البعض يقول أن هذه حروب جهادية حصل فيها رق شرعي وبالتالي كيف تطعنون في شرعي؟ أنا كما قلت لا أريد أن أقول بلفظ جاسم أنه لم يقع رق شرعي ونطلق في موريتانيا لكن أريد أن أقول شيئا آخر هو في المعنى ربما يؤدي هذا لكن لا أريد أن أقول هذه اللفظة بعينها مثلا بالنسبة للمرابط لكن المرابطون فيه جهاد مرابطون نعم فيه جهاد لكن أريد أن أقول فيها مسألة ثانية مسألة الأولى أن المرابطين لم يعرف عنهم لاستكثار من الرب ولا حصوله إلا ما عرف عنه أنهم قاتلوا بعض القبائل الوذنية فيعتقدوا أنهم استرقوا منها وماشا عمل أنه قاتلوا قبائل سودانية كافرة واسترقوا أن علاقة بينهم كانت سيئة بل ثبتت بالمصادر التاريخية بما لا دعوا مجالا للشكل أن العلاقة بينهم وبين القبائل السودانية كانت قوية وأن جيوشهم التي بقيت في موريتانيا كانت من السوداء في الغالب حتى الجيوش التي ذهبت للأندلس هذه جيوش كانت فيها كل مكونات كان فيها فلان إذا لم يشتهر عنهم كثرة الاسترقاق إن قلنا أنه صحى عنهم استرقاق قد يكون عند البعض أنه صحى الأمر الثاني الأمر الثاني هو أنهم غزوا هذه البلاد من أجل أن تكون فيها خلافة وأن يكون فيها حكم وأن يرفع عنها الظلم وأن تخذ الاعتقاد السليم والمنهجة الإسلامية الصحيحة ولكن قطعا لم يغزوها وألوها كلهم كفاء الإسلام كان قبل المرابط وكونوا ألوها مفتدع وكونوا منحارفين وكونوا من ظلم يجب قتالهم وشعلهم في دولة هذا هذا لا يجعلهم كفاء هذا معنى غايب عن كثير من الباحثين المرابطون جاءوا دخل الإسلام قبلهم هنا ومعظم ما قاتلوهم من ألوها البلاد هم قوم منحارفون مفتدع ظالمون فيهم ضلاله ولكنهم ليسوا كفارا يعني هم حركة إصلاحية حركة إصلاحية والشهاد وأصلا لا يتأسس بالإسلام على مجرد الكفري أو غيره إنما يأتي لرفع الظلم ومقاوة الطيان والاستبداد وتوفير الحرية للناس هم بعد ذلك يسلمون أو يكفروا النقطة الثالثة ومهمة أيضا هي أن عهدهم تقادم كثيرا وعقبته قرون من الفوضى والسيبة لكن هناك حرب ناصر الدين وحرب الحاج عمر الهوتي حرب ناصر الدين حرب تحررية ضد الاستقاق كما هو معلوم لدى الجميع من من أيدها وهم الكثير من علماء أنها جهاد ومن من رفضها حتى الفرنسيون سجلوا أنه طيلة فترتها لم يتم بيعه أي رقة وقضى على مصادر الرقل التي كانوا يستفيدون منها وأما حرب الحاج عمر الهوتي فهو مجاهد كبير مصلح لكن حركته وجهاده في الغالب وجهاد داخليه بين مذاهي وتوجهات إسلامية أو صوفية تربوية في المجتمع المسلم بين موريتانيا وجرانها من الدول إذن كانت يمكن أن نقولها بالمصطلح الحديث كانت حربا أهلية حرب أهلية بين مذاهبين قريبا من ذلك بين المذاهبين على الناس أن تتسع صدورهم لأمور ونحن لا نريد أن نقول أن الحاج عمر الهوتي استرقى المسلمين وسباهم وفعل بهم دون تأويل ولا أن أولادين له من عمدال إمام مجاهد مصلح لكن عند الحرب وعند القتال وعند الخلاف التأول كثير والخطأ حاصل والذي نعلمه أنه واجه قوة مؤمنة مسلمة من العربي ومن السودان وقاتلها وأنه عرف عن أتباعه أنه مستعد لاسترقاق وسبي كل من حربه وقاومه لذلك جزء من عملية السطو التي كانت سائدة بشكل من الأشكال هناك سؤال ربما يحرج البعض أن يطرح لكن لا بد أن يطرح هذا المجتمع الموريتاني بكل مكوناته عربه بيضانه خلينا نسموه باللغة الدارجة ولكوارفي سادت فيه أشكال من العبودية بشعة غير شرعية في أصلها كما تغضلتم وفيها الكثير من عدم أيضاً ننضباط بالسرع مع الممارسة هذا المجتمع نفسه كان مجتمع فيه كثير من العلماء ما الذي جعل هذا الانحراف الكبير يحصل ومع ذلك لا نجد علماء ومصلحين يتصدون له لماذا كل هذا السكوت سنصل إلى مرحلة ما بعد الدولة لكن خلاله كيف تفسرون هذا الجوار بين ازدهار علمي وبين حالة من المنكرات المجتمعية الفضيعة الاسترقاق نموذجاً نعم هذا يرجع لعدة عوامل العامل الأول هو ضعف هؤلاء العلماء أمام سطوة الأمراء الإمارات الحاكمة في ذلك الوقت و عموماً وعدم وجود ناظم ينظمهم يجعلهم يتأهلهم إنسان الفرضي في الغالب يضعف أمام المنكرات ويضعف أمام المخالفات ولا تكون له عمل جماعي وعمل منظم وعمل هذا كان ضعيف ناحية من جهة أخرى أيضاً كانت هي عادات تجعل الظلم أو الحرمة إنما تتعلق بظلم مستويات معينة من المجتمع فمن مثلاً كرم الزوايا من العرب ومن لم يظلمهم فظلم الآخرين ضعيف يعني بمعنى الآخر وهو ثقيل لكن هو حاصل أن معظم المستعبدين لم يكن من بينهم علماء وهؤلاء العلماء لم تكن لهم قرابات مملوكة حتى تتحرك العاطفة البشرية إذا ضعفت القدرة على المقاومة من المطلق الشرعي الشرعي نقطة ثالثة أن هؤلاء الكثير منهم عرفت عنهم فتاوى وتوجهات يذموا حاصل من الرق وفشوه من مثلاً؟ مثلاً محمد يحي الولاتي كتب فتاوى تحرموا بيع الأحرار والشيخ سيد المختار كنت ذم أمراء البلاد وقال إن أمراء الغرب الكفر خير للمسلمين منهم في الأمن والاستئمان وأنهم يبيعون الأحرار والبرتلوف على ذلك وفتاوى عديدة وباب أحمد التيمبكتي وغيرهم كثير بمعنى أن استمرار ظاهرات مخالفة ومعصية منكرة في مجتمع لا يعني بالضرورة أنه لم يقع إنكار ولم تقع محاولة تغيير ولكن يعني ضعفها وعجزها وعدم قوتها في الفتوى جزمتم بأنه ما زالت هناك جيوب من الرق وهذا يعني جزء من النقاش نريد أن نعرف منكم ما الحكم الشرعي الآن في التعاطي مع هذه الجيوب لكن سنسمعوا لشابة منكم بعد فاصل قصير المشاهدين الكرام فاصل قصير نواصلوا بعدها وحلقة الليلة من برنامج الصميم التي نستضيف فيها فضلة الشيخ أحمد جدو والأحمد باهي حيث نناقشه في فتواه الأخيرة بعدم شرعية الرق في موريتانيا لا تذبوا بعيدا مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جزء الثاني والأخير من حلقة الليلة من برنامج الصميم التي نستضيف فيها فضلة الشيخ أحمد جدو والأحمد باهي نناقشه في الفتوى التي أصدر أخيرا بعدم شرعية الرقية في موريتانيا فضلة الشيخ قبل الفاصل سألتكم هناك فقرة في الفتوى تجزم أن ما زالت هناك جيوب من الاسترقاق موجودة في موريتانيا وهذه شهادة مهمة من شخصية علمية لأن هذا جزء من النقاش الحاد في البلد وأنتم من الشخصيات نعرف الدعوية التي لها مشاركات دعوية في داخل البلد السؤال هو ما هي العقوبة الشرعية التي تترتب الآن يعني ما هي رسالتكم التي تتوجهون الآن لمن ما زال يمارس استرقاقا يتمسك به يعتبر أنه شرعيا رسالتنا لهؤلاء أن يعلموا أن استرقاق الأحرار حرام شرعا وأن خصم صاحبه من قيامته هو الله عز وجل وحين يثبت أن الرقة في موريتانيا كثير من أصوله هي أصول محرمة لا تجوز وفي أحسن الأحوال إذا اختلطت في بعض الأصول الشرعية دون تمييز وأن معظم المعاملة يسبب حرية من كان من كان ملكه صحيحا فكيف بمن كان ملكه غير صحيح ثم أيضا بالأمور الأخرى القرارات الوطنية الإجماعية وقرارات السلاطين التي لها قيمتها الشرعية بغض النظاري عن مشروعيتهم في أحكام البغاة بما هو مصلحة ماضي ونص الدستوري حتى مجرد نص الدستور الموريتاني على أن كما قال القاتل الدنبجة مجرد نص الدستور الموريتاني على أن كل المواطنين أحرار يجعل الجميع أحرار بغض النظاري عن خطأ أو صواب من فعل ذلك فمثلا أنا أريد أن أقول لهؤلاء أنه إذا ذبتت هذه الأصول المخالفة والمعاملة المخالفة والقرارات الوطنية والقرارات الدولية أن هذا كله يؤكد حرمة الاسترقاق اليوم وإذمه فعليهم أن يتقوا الله عز وجل في ذلك أما العقوبة التي تنفذ ضدهم هي طبعا كل ما يردعهم من عقوبات تعزيرية في حدود أحكام الشريعة الإسلامية ينبغي أن تبع على لكن نريد لكن نرجو أن تكون هناك توعية رسمية ودعوية وسياسية في البلد تقنع الناس بحرية المواطنين جميعا ومساواتهم وبكرامتهم جميعا وأيضا تنذرهم لأن الله عز وجل يقول وما كنا موليك وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فنحن فينبغي لموريتانيا أن تقوم بحملة حقيقية حتى لا يدعي أحد جهله ولذلك هنا أؤكد على مسألتين أنه يحرم على أحد اليوم أن يسترق أحد في موريتانيا ويحرم على أي أحد في موريتانيا اليوم أن يقبل أن يكون رقيقا لآخر من منطلق الضعف أو الهوان أو من منطلق التورع كما رأيت ذلك في كثير من الدروس التي يقوم بها في الداخل لفيتني أحدهم ويقول هل من الورع أن أرجع إلى أسيادي وأن أستسمحهم حتى أحررني أو أخدمهم يقول لهم من الورع أن لا تعترف بهذا الرق الباطل وأن تأخذ لنفسك حريتها وأن تأخذها بما تأخذ الشريعة به الأحرار يطرح سؤال في تاريخ الفتوى سؤالين في التاريخ السؤال الأول هو لماذا سكتتم لماذا سكت علماء هذا البلد كل هذا الوقت حتى يتحدثوا يعني نحن نعرف أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس يعني لماذا سكتتم كل هذا الزرار؟ تأخذ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولكنه قد يقع معصية من غير المعصوم صلى الله عليه وسلم وعموما له أسباء من ناحية أنا لا أنا السؤال أريد أن أتوجه به إليكم شخصيا شخصيا أنتم موجودون الحمد لله أنا أعرفكم وجلي يعرفونكم في الساحة الدعوية منذ الحمد لله أكثر من عشر سنوات لماذا الآن؟ أنا لا أبرؤ نفسي من التأخر ومن بعض الأمور لكن أجزم بأن هذه الفتوى التي كتبتها نصا أفتيت بها منذ فترات طويلة أفتيت بها قولا منذ كم سنة تقريبا؟ أنا تقريبا من أواصط التسعينات إلا لم يكن من أوائلي أنا حصلت بها قناعة من فترة يعني منذ تقريبا بدأتم في نشاط الدعوي نشاط دعوية تقريبا من 1992 تقريبا لأني من من تأخر في نشاط الدعوي عن سنه بعض الشيء ولذلك مثلا كنت مرة في قرية فخطب إمامها وقال لجميع الأحراطين الموجودين أنهم إذا لم يرجعوا إلى أسجادهم فلا تقبلهم صلاتهم ولا صيع في واخر التسعينات فذهبت هنا وأحد الشباب ويأتيناهم وقلنا لهم وهلان من ناحية الشريعة ليس أعلم من نبي شرع الله عز وجل وما من ناحية تاريخ موريتانيا وواقع البشرية الحاصل وما يترتب عليه فنحن أدرى منه فأنتم أحرار عند الله عز وجل في اعتقادنا فلا معنى أن تقبلوا ولا أن يشويش عليكم أما بعد مثلا إذن أنت قناعاتكم الشرعية وتبيينكم في هذا المجال وموجود منذ متصفين سنوات في بداية هذه الألفية فلماذا كتبتم الفتوى الآن؟ أنا أريد أن أقول مثلا في عد البقر في تنبطغة في ما في نادش في النعمة عبر الهواتف أنا أستفتها كثيرا عني عني الكفارة اليمين فأقولنا أنها في الأصل كذا كذا لكن لا يوجد اليوم رق شرعي في موريتانيا يبيح لصاحبه أن يكفر بعتقه أملا لا أسكت عنه دائما في مزال التريكة أما الكتابة فأعتقد أني كتبت بحثا حول الموضوع لحزب تواصل حين كان له ملتقا معين أكدت فيه هذا المعنى وكتبت أخرى لجمعية المستقبل أكدت فيه هذا المعنى أما اليوم فإن هذا الحراكة السياسية وهذا الحراكة الحقوقية وهذا الحراكة الاجتماعية الكبير أردت الذي يتكلم فيه السياسيون والحقوقيون والجميع كان بيودها لتكلم توزان علمية أكثر مني وأظن أنها لو كتبت لو كنت مجرد مزك ومضيف ومشارك لكن لما استكت ورأيت أنه من الواجب أن أتكلم كما قال أحد العلماء مرة في موضوع لما استكلم فيه غير العلماء ولم يبقى إلا الفقهاء وأهل الدعوة للشريعة قال حرام على بلابره الدعو حلال الطيري من كل جنس أنا أعتقد أن العلماء أولى الناس بأن يحملوا مش على الحرية ومش على المساوات ومش على تكريم الإنسان ومش على تجاوز العادات السيئة المؤذية المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقد أن من أسباب التأخير العلماء عموما بعض الأمور أولا ما رأوا من نقصه ميدانية معناها الملك المباشر هذه الملك المباشر قل في الحواضر وفي المدن بدرجة كثيرة وأن أقارب وأن معظمهم ليست له أقارب يتأذون من منع الميراثي ومنعية لكن له أقارب ربما ليس له أقارب بمعنى النسب لكن له جوار وله تنذ القرية في موريتانيا إلا وفي دواحيها مسترقون حالا أو كانوا مسترقين سابقا أنا الآن والعلماء والفقهاء هم جزء من هذا المجتمع أنا قد أقول أقوالا يقول أن البعض أني أريد أن أمسى من المجتمع الموريتاني لكن أنا هنا أذكره لا أنتم تشهدون على الواقع والعالم دوره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المكر أنا هنا في مجتمع مسلم في مجتمع ينتمي للشريعة لا أريد أن أعدد مزاياه ومحاسنه إنما أريد أن أذكر بعض الأخطاء والسلبيات التي ينبغي يمكن أن نستضيفكم في حلقة في مزاياه وستجدون الكثير لكن نحن نتحدث لكن أحمد أن تبه معي العلماء الذين قالوا الممالك من يفترضوا أنهما رقاء عند الناس قل فيهم العلماء وأن يتحرك الإنسان للعاطفة الدينية وحدها فهذا نادله ومع ذلك وتكلم بعض العلماء قديما كما قلت لك كانت فيه فتاوى حتى بعد الاستقلال قريبا منه وفتاوى التي أسست عليها أسست عليها فتاوى عيدال وانطولا قليلا وتكلم بعض العلماء بعد ذلك لكن مستوى الكلام يأقل بكثير من عدد العلماء ومستوياتهم أنا أذكر أضرب لك مثلا أنا أعتقد أنه في هذه الليلة لو تحرك تجار موريتانيون ليلة الساعة الحادي عشر أو الساعة الثانية عشر نحوها ووجدوا نساء من البضان يبيعوا كسكس عن داباتي هذا المهنة جيدة شريفة العمل كله شرا لكن هو يتدل على مستوى من الفقر والحاجة الكبيرة لو وجدوا النساء من البضان لربما أخذوهم العناوين وعطوهم وعملوا كل ما يستطيعون من أجل أن يستغني هؤلاء النساء وإذا وجدوا هنة آخر الليل لا يجدنا سيارة يركبنا فيها فإذا يحملهم الرجل إلى حيث توجهنا مهما كلفوا ذلك لكن في المقامل يمر على نساء هنة أخوات في الدين وفي الوطن وفي الجوار فقد لا يتحرك شعوره لهذه لأنه يأخذنا يعمل الأعمال الصعبة ويجلسنا الجلوس الطويلة ليلا بعيدا عن الأطفال وعن الأهل العاطفة نحن نحتاج تربية إيمانية وتربية إسلامية كبيرة حتى تتحرك عاطفتنا نحو المسلم لأنه مسلم لفقره لجهله لعبوديته المفروضة عليه لكلام الذي يمس منه هذا هو واجب الشرع لكن يحتاج تربية يعني الميزان العاطفي لدينا هو ميزان مختل ميزان؟ وميزان باللغة الشرعية هو ميزان جاهلي أصبية لللون للقبيلة وليس ميزان إيمانيا وإنسانيا سليم هذا هو ميزان في ناحية تحسس من الآخرين ضعيف الغالب عليه هو ميزان ضعيف سنعود إلى موضوع التاريخ أيضاً فتواكم صدرت بعد فتوى لرابطة العلماء صحيح الفتوين مختلفتين لأنه جزمكم بعدم شرعية الممارسة وبعدم شرعية أصلها وبوجودها يعني النمط مختلف رابطة العلماء أسست على فتوى هيدالة وهذه تطرح من الإشكالات ربما أكثر قصتي المقرر الذي صدر في زمن هيدالة وهي تطرح من الإشكالات أكثر مما تقدمنا الحلول يعني هل هو نوع من التنافس بينكم وبين رابطة العلماء؟ لماذا أصدرتم بعد هذه لا أنا ما كتبتها انطلاقاً من منافستي وكان بودية لو وجدت من المفتين المقنعين للمجتمعين من يكفيني الفتوى لا لأنها في هذا الموضوع ولكن لأني أصلاً أحب للفتوى المكتوبة التي ليست كالفتوى القولية أن تصطر من أعلى علم ومن العلماء الكبار في البلد وصل من سنة العلماء التورع عن عدم العجلة عليها لكن أنا كتبتها وعطيتها لبعض الإعلاميين من أجل أن ينشرها وسافرت أنا في رحلة دعوية إلى الداخل ويبدو أنه لبعض المشاغي ولبعض الاعتبارات عنده تأخرت حتى صدرت فتوى رابطة العلماء قبلها أو بيان رابطة العلماء قبلها وأنا شخصياً لا يهمني أنها صدرت قبلها أو بعدها حقيقة الاهتمام المتابعين بهذه الحلقة اهتمام كبير جداً نحن وصلتنا قرابة 40 سؤال قبل أن تبدأ الحلقة وصلت بعض الأسئلة أثناء الحلقة يبدو الإنترنت هنا فيها بعض الضعف قليلاً أتمنى أن تتحسن إن شاء الله ذلك سنخصص بقية الوقت لنطرح عليكم بعض هذه الأسئلة سؤال الأول من المتابع بابانا والقواد شكراً أقول أستاذ أحمد وشكراً لضيفكم الكريم على تسريط الضوء على أكبر مغالطة دينية عرفها تاريخ البلاد وأسأله لماذا تجاهل من أفتو بشرائية الرقة في موليتانيا فتوى الشيخ أحمد واب التبوكتي ولماذا لا تكون أصراً لفتاوى بشأن هذا الموضوع لأنها عاصرت بداية الظاهرة من يقرأ كتب الفقه والنوازل في موليتانيا هذا الصوت التحرّل الذي تحدثنا عن بعض أمثلته صوت مغيب الصوت الغالب هو هذا الصوت الاسترقاقي الذي يكاد يقول إن الرق ركل من أركان الإسلام هؤلاء العلماء كانت في فتوى متعددة تقول إن نبي على حرار فشها وإن الرقاش كثير من المشكوك فيه لكن للأسف كان الكثير من الناس يرى أن ما عنده هو من الرق أنه من ذلك الجزء السليمي ولا يكلف نفسه البحث ولا تعفف عن الرق والاسترقاق ولا ينظر كثيرا مثلاً أنا أعرف في المجتمع الذي أريد فيه ورأيته كذلك الناس يعرفه مثل ذلك أنه يعرف هنا مماليك من أسر يبدو أنها أخذت من أسر ذات مكانة كبيرة اجتماعية وإسلامية ومع ذلك ما أدار بخلدهم أنه كأنها لما استرقها غاصب آخر ومغامر آخر وظالم آخر كأن الحرم لا يتعذق في ذمتين كما يدع بعضهم ولا يهمه ذلك هنا أقول إن قالوا العادة العادات إذا فشت عادة معينة في بلد صعب على الناس أن ينتبهوا لخلافها وليضدها وقد فشل الرق والاسترقاق في البلد وتداوله الناس بيعاً وشراءاً والكثير يجهل في ما عنده هو بشكل مباشر أنه من هذا الجزء المقتصب فيسكت على ذلك وكانت الحاجة إليه لدى الناس قائمة لخدمة ونحو ذلك عموماً ولكن في النهاية غير مبرع سكوت العلماء في هذا غير مبرع وغير مقبول ولكنه هو وجه وظاهر من ظاهر الضعف الإصلاحي في البلد والفوضاء في البلد ونقص الأمر بنعروف أنه يعني منكر رغم جوانب الإيجابية الأخرى وأنا مرة قال لي أحدهم تريد أن تجرم المجتمع الموريتاني بأناس من شأنهم كذا وكذا قلت لا أريد أن أجرمه لكن أقول أنه فعلى جريمة كما أني لما أجرمه أقول أنه مجرم أنه فعلى الربا لكنه أقر الربا وأقر الاختلاط وأقر الاستبداد والطغيان ومع ذلك ما قلت أنه مجرم لكنه أقر على جرائم فقط وفرق بين أن تجرمه ومن أن تجرمه على جرائم ومحرمات معينة أو سكتها على منكرات أستاذ محمد يحرم هو أحد الباحلين اللي يميدا في أنبي حماس وشراسة عن وجهة النظر التي ترى شرعية الاسترقاق الذي قام وما زال قائما ربما في موريتانيا يقول السلام عليكم ورحمة الله الأستاذ الكريم بعد تفهم الفتوى أشكركم أقدم ملاحظات تنجزها في مالي سأذكر منها البعض السؤال الأول كان يكفيه أن يؤسس على قرار 1981 القاضي بإلغاء الرقع عملاً بالمصلحة العامة وطبقاً لمقتضيات الضرورة الملاحظة الثانية ما ورد في فتوى الشيخ من وقوعي لعله من عدم وقوعي جهاد في المنطقة ويجعل ذلك يدري لعلانة في مشروعية الرقع في الماضي في النظر لأن القرون الفارطة عرفت عمليات جهادية مشهورة ومذوقة والحروب لم تزل قائمة بين المسلمين والكفار في ظهور هذه المنطقة كما تحدد عن نسيد أحمد بابا في كتابه الكشف والبيان عن أصناف مجلوب السودان ثلاثة أنه يجب علينا التفريق بين الماضي والحاضر في الحكم بعدين مشروعية الاسترقاق لأن ملاد الفتاوى الصادرة عن الشيخ يترتب عليها أثار شرعي لا شك أنه لا يلتزمهم يتعلق بنا لا أعرف هم هذا القصد يتعلق بالنسب نعم صح وغيره أنا أقول حياه الله يحمد الحي لا أريد أن أقول أن كل الرقة في مرتانا كان باطلا بالضرورة لكن أريد أن أقول أن الكثير منه كان باطلا ومجرد أنا لما قال العلماء أن اختلاط غلب عليه البطلان فهو إذن باطلا العلماء يقولون أن محرمة واحدة في ألف مرأة أجنبية تحرمها جميعا خوهية تزوجة وشاتم واحدة غير مذكية مع ألف شاتم مذكية تحرمها جميعا فكيف لا يكون انتشار الأرقاء المسلمين الأحرار في أرقاء آخرين أنه يحرمهم لا طبعا لو كان اليوم التاريخ معروف وهؤلاء من كذا وهؤلاء من كذا لأقول أن هؤلاء استرقاقهم رقهم صحيح ونعتقهم بالمصلحة أو كذا وهؤلاء رقهم غير صحيح نعتقهم بفساد الأصل أو بسوء المعاملة لكن لما اختلط هذا وهذا نحن نتكلم عن مرحلة الآن لا نريد بها رجوعا إلى أنساب ومع ذلك الأنساب تلحق بالشبهات والحدود تدرأ بالشبهات ولا كل من حكمت به إذن معناه عن ما يطرحه البعض من مخاوف لا يستلزمه لا يستلزمه لا يعني ذلك الشرع له مقاربة أن ينحق النساب أننا نتكلم عن ظاهرة قلنا أن مختلط منها من فاسد بصحيح أبطل الجميل وما ساد فيها من معاملية غير لائقة أبطلة ما كان صحيحا وأنه ينبغي أن نؤسس على ذلك والمسألة الخرى أيضا لها اعتبارها وعلى ها قيمتها وردتنا طبعا بعض الأسئلة بالفرنسية وأنا ظاهر لي أبهي مسألة شوي أنا ظاهر لنا اعترافنا في تاريخنا إحنا قرينا قلنا أنه تاريخ علماء وشعراء وحفظ القرآن ومكرمات وشجاعة وفطولات وحقيقة هذا موجود كله موريتاني لكن من الإنصاف ومن تربية الأجيال أن نعترفها بالخطأ أنه تاريخ أيضا نحن علماء في هذه المناطق تاريخ سبكان وتاريخ غارات وتاريخ استرقاق تاريخ والحياة فيه الناصع وتاريخ تارك مجموعات كبيرة من المجتمع دون علم ودون حضانة ودون تربية من قبل أهل العلم وأهل الدين وأهل المروعة وأهل الشجاعة ها تاريخ ولكن الجانب الآخر موجود نتركهم تحت قوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا عسى الله أن يتوب عليهم وأن نسكت لماذا نسكت؟ لماذا نسكت؟ أنا ما ظاهر لنا المؤثقفين يجوز لهم أن نسكتوا عن تعريف الأجيال بنقدي حتى بنقدي الأخيار كأفراد إذا قوم تعالى من فاذكر جوانب الخطأ عنده واذكر جوانب الخير عنده فكيف بمجتمعي فكيف بتاريخي هذا هو اللي علمنا أن لا نسكتهم مستقبلا على الظلم ولا على الاستعباد الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الطبقي إذا سكتنا عن الاستعباد الرق بهذا المستوى عن تاريخه فقد نسكتوا على هذه الأمور الأخرى نحن نريد أن نتعود ذكر جوانب السلبية في المجتمع ونقدها وتجاوزها وأن نعود الآخرين على ذلك وردت بعض الأسئلة بالفرنسية منها سؤال ورد من الناشط الحقوقي عبدين والمرزوق المقيم في أوروبا يشكركم ويقول أن نحييكم على الفتوى التي أصدرتمها أخيرا ويطرح بعض الأسئلة من بينها السؤال حول لماذا الآن أعتقد أنكم أجبتم على هذا السؤال لماذا؟ لكن يسأل يقول الحركات المناهضة للإسترقاق كانت قد ناشدت أكثر من مرة الفقهاء والعلماء أن يصدروا مواقف لكنها لم تجد تعاطف تعاوناً ولم تجد تعاطف نعم أهلاً يصل سؤال ثاني أخصلكم سؤالين من أسئلة سؤال ثاني يقول هل أنتم مستعدون لو دعيتم هو طبعاً من إحدى هذه الحركات لو دعيتم إلى حملة لإعلان عدم شرعية الاسترقاق هل أنتم مستعدون لتشاركوا فيها حملة تحسيسية؟ من نسبة للسؤال الأول أعتقد أن الإسلاميين في البلد قبل فتح هذه الفتوى أنظموا ملتقيات وحملات وسماكم المسلمين وشاركوا فيه بخطابات مؤثرة جداً في البرلمان الموريتاني تقول بأن نلقى في موريتانيا باطل وأصدروا وثائقهم حتى أيام كانت وثائقهم داخلية أصدروا هذا المعنى وكتبوا علماؤهم وشعراءهم في ذلك لكن قطعاً ليس بالقدر الكافي نحن لا نتحدث الإسلاميين كجماعة سياسية ربما نناقش نحن نصدفكم هنا الليلة بشخصيتكم العلمية كعالم وكداعية لكن أنا أريد أن أقول عموماً أن في تيار إسلامي إصلاحي تحدث عن جوانب الإصلاحي في التأصيل الأحكام وفي تعزيز الأخوة بين المجتمع وعن جوانب أخرى وتحدث أيضاً عن تحريري عن تجاوز ظاهرة الرق وعنها قد لا يتفق جميع وفقها في مرحلة معينة على ذلك عموماً أنا أريد أن أقول أنهم لم يسكتوا إلى هذه الفتوى أما لماذا هذه الفتوى في هذا الوقت؟ فكما قلت هي يعني تتويج لبحوث وفتاوى قولية وحاتفية سؤال الثاني وعينية سؤال الثاني يقول هل لو دعيناكم نحن كناشطين حقوقيين يقول لحملة مناهضة للاسترقاق في داخل البلد هل أنتم مستعدون أن تشاركوه؟ أنا أعتقد أن المشاركة أنها علي من باب الوجوب ومن باب الفرض ومن باب أداء الأمانة وأنني أتحرك أنا شخصياً في حملة كنت نحو قراء أدواب تابعة لقراء تابعة لقاطعة تامشكت في حملة ماضية وكنت قبل السنوات في مبود وغير خلال السابع الأخيرة كنت بتامشكت وعموماً بمعنى آخر هل أنا مستعد للذهاب مع حركات تحررية أنا مستعد في ظروف في قدر الحاجة والفراض وموازنة بين الواجبات أن أذهب مع كل موريتانيين يريد التوعية بهذه الحرية ومحاربة هذه الظاهرة والعمل على تعزيز الأخوة والوحدة الإمواطنية يسلم محمود يقول في جزء الأخير من فتوى فضيلة الشيخ ما معناه؟ إن القول بعدم شرعية الرق في هذا العصر لا تترتب عليه مفسدة بل إن المصلحة ظاهرة في ذلك أليس في هذا يقول إهانة الإحراطين والعبيد السابقين بحيث تربط الفتوى في حقهم في الحرية بالمصالح والمفاسد القضية ليست قضية مبدأ بالنسبة لكم قضية كانت تقدير مصالح مفاسد أنا انطلقت من المفساد الأصول كثير من الأصول وفساد الكثير من المعاملات وقلت أنه يجعل ما عرفناه نحن من الرق باطلا من الذين يميزون فلهم حكم آخر ما عرفناه نحن من الرق يعتبرناه باطلا ولو لم يصدر أي قرارون تكون في أي مصلحة لكن أن تأخذ عدة أدلة كل واحد منها مقنع لبعض الناس ومؤثر أو بعضها يعزز بعضا فهذا لا ضير فيه وليس معاذ الله جرحا للشعور ولا استسهالا لأن تكون حرية أناس ثابتة بأدلة أخرى أن تعزز بأن فيها مصلحة وهذا من طبيعة الشرع أنه يقول أن هذا الحكم واجب ثم يذكر له فرض لنا الصلاة وذكرنا فضائلها وفرض علينا الزكاة وذكرنا فضائلها وفرض صلة الرحم وذكر فرائضها فأن تقول أن هذه المسألة القول بها واجب وهي حكم شرعي لكن تترتب عليه مصالح والحمد لله لا مفسد تترتب عليها القول بحرية الناس فكأنت هناك أنك وهذا طبيعة في خطاب الشرع أن يذكر الحكم والأصل ليذبته ثم يسهله على النفس بما ترتب عليه مصالح أو بما يدفعه من مفاسده أو بأنه لا يترتب عليه مصالح سيليبة سؤال أيضا ورد بالفرنسية يسأل لماذا يغيب العلماء الزنوج عن محاولات الحل لإشكالات الوطنية الكبرى ولماذا عموما نجد أن أغلب العلماء في صف السلطان في هذه البلاد يقول كانوا في صفه في زمني واللطاية وأغلبهم في صفه الآن في زمني والعبد العزيز علماء كلهم يقول كأنه ولماذا لم ينكر أيضا العلماء الأحداث والمجازر التي حصلت في حق الزنوج في نهاية الثمانيات وبدأة السنة أما بالنسبة لأن كون علماء الزنوج لا يوجد لهم دورهم في الهم الاجتماعي والهم الوطن فلا أوافق على هذا الادعاء أنا أعرف ساسة كثيرين يريدون مساواة من فئة الزنوج حتى حركات سياسية لا هو يسأل عن العلماء يسأل عن العلماء يسأل لماذا غاب العلماء والخصيات العلمية نعم هذا أيضا لا أعترف به وفيه شخصيات علمية اليوم زنجية تقوم بالدعوة والتوجيه والأرشاد بشكل عام وتحارب الرقة وتقول بإلغائه مثل الأستاذ عبدالله صار وغير ففيه علماء يساندون الحركات الحقوقية ويقولون ببطلان الرقي في موريتانيا ويتحركون من هذه الفئة علماء ودعاه ويتحركون من أجل الإصلاح الاجتماعي ووحدة الكلمة في هذا البلد ولا أرى أنهم غائبون عن الساحة بهذا المستوى أن هذه الدعوة صحيحة أما كون معظم العلماء يكون مع السلطان فنحن نحتاج إحصاء نحن نعلم أن كثير من العلماء مع السلطان ولكن نعلم أن كثير من العلماء هم أصحاب إصلاح ودعوة واستقلال ومعارضة يتعرضون لاستجن ويتعرضون للاتهامة لعل صوت المولين الرسمي وتمتبعت الناس له وتوفير المنابل له خاصة في بطرات سابقة قبل أن تكون في بعض منابل الحرة فكذا لعله أغهرهم أكثر أما كون لماذا لا يتعلم العلماء على الإبادة فهذا أقول فيه بعض الجوان أولا العلماء تكلموا في تلك الفترة على تلك المجازر البشعة وخاصة الإمام المرابط بداه البصير كانت خطبه لها أذرها وتأذيرها والحملة التي أطلقها الإسلاميون كان لها دورهم في إرجاع النفس في بعض الشيء مع أن مستوى الإبادة الذي حصل في هذا البلد التوعية به والتعريف به للأسف لم ينل بعد حظه الكافي لأنني أنا كنت أظن أن الكثير من أفراد هذا الشعب إنما ينكرونها من باب التجاهل والمكابرة والقومية والعنصرية لكن تأكدت في السنوات الأخيرة أن الكثير من من لهم عارف بالثقافة لا يعلمون طريقة الإبادة ولا كيفيتها ولا قضايا الترحيل والتهجير ولا مصادرات الأملاك بحجم يبلغ 10% مما حصل وهذه لذلك غياب هذه الثقافة لأنها لم تتناول كثير من علماء البضان يعني لم تمسهم لعل الكثير منهم لم يعرف حجمها مع أن دعاء بعض الناس وهذا لك السابق أن ذكر هذه الأمور هو نكون للجراحي وإثارة للفتنة فلا أعتقد ذلك أنا أعتقد أنه ما من طبيب يستطيع أن يعالج جرحا إلى بعد أن ينكعه ولن نعالج نحن الموريتانيجين وحدتنا وأخوتنا وانسجامنا لا إذا اعترفنا بالأرقام وبالواقع وبالتاريخ وربما بالأسماء بما حصل ثم بعد ذلك نتقدم نحو العدل والإنصاف والعفو والصفح وما إلى ذلك أما أن لا تعرف حقيقتك فكيف تعهو بقية لنا دقيقة ونريد أن تكون كلمة ختام تفجيونها للمشاهدين كيف لهذا المجتمع أن يهد من أجل أن يتخلص من الرق ومن المخلفات ومن أجل أن يحقق أخوة أنا أريد أن أقول للعلماء والدعاء والأيم والمصلحين في هذا البلد أن المسؤولية عليهم كبيرة في هذه القضايا فيه قضايا كبيرة أن يبدلوا جهود كبيرة في قضايا على الرق في القلوب والقضايا عليه في العمل يعني في القوانين وبالفتوى بالوعظ والإرشاء وأن يبدلوا جهودا من أجل العدل والمساوى وأن يبدلوا جهودا من أجل الأخوة والمحبة بين المواطنين وأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فقد فرطوا في الأمانة وخانوا الوطن وعرضوا مستقبلهم لدمار لا قدر الله عز وجل والمسؤولية اليوم عنها لا كبيرة فأنا أخشى على البلد أخشى على البلد من إذ من قبل أن أخشى عليه من فتنة عملية إذا لم يتحرك أن يشعر فيه كل مواطن بالعزة والكرامة والأخوة والمحبة يقضي على العنصرية والفاضها ومعاملتها وعلى الجور وعلى التهميش وعلى الاستقصاء فظاهرة الاسترقاق رغم أنها أخطر الظواهر بالنسبة لي حتى هي أخطر المجازل لأن قتل الإنسان وهو حر أبسط عندي من استعباده وهو حي لكن هي بظم واحد من مظاهر الاستقصاء كلام من الصعب أن يوقف لكن مع الأسف وقت الحلقة انتهى شكرا لكم على أداء هذه الأمانة وعلى هذه الفتوى التي تمثل إسهاما علميا جديا في خدمة هذا البلد وخدمة وحدته شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام وشكرا للطاقم الذي أشرف على هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم